سوف يحاولون انكم تسلقوه من اللي تسلقوه وتحضرو بهاد الوصفة غادي تكون نتيجة رهيبة مربى الكليمونتين بهاد الطريقة انا متأكدة ونحلف عليها انكم عمركم ما تدوقتو بحال هاد اللدة نتاع الكونفيتير اللي في هاد الوصفة لانها طريقة مختلفة ولكن صدقوني اللي غادي تجربوا مرة ما غاديش تستغنى على هاد الوصفة المهم غادي ناخدو كيلو نتاع الكليمونتين الشرط الوحيد في هاد الكليمونتين انه تكون القشرة ديالو ارقيقة وملصق هاد شلي كاين خديت كيلو درتو شوية دلماء مغلي غادي نخليه ستدقى يقفق النار ومبعد نحيدو وندروفو هاد البول اللي في هاد الماء مروبيني هاد العملية غادي نكررها تلات مرات هاد المرة الاولى اكيد من بعد ما نحيد هاد الكليمونتين غادي نحطو في ذاك البول وفيه الماء غيمن الروبيني غادي نمشي نبدل هاد الماء الاصفر بماء واحدة اخر وكتشوفوا هنا الكيميان تاع الماء هندي غيقلي لا على حساب ذاك الكيلو نتاع الكليمونتين غادي نخلي ذاك الماء حتى يوصل لدرجة الغلايان نهز ذاك الكليمونتين ونعرجعو للماء المغلي كذلك نخليه ستة دقائق هو على النار ونحيد للمرة الثانية ونعود العملية كذلك للمرة الثالثة فقط وفي هذه الاثناء يكون عندنا واجد للاستعمال تعرفوا يا البنات نشجعكم انكم تحضروه بهالطريقة فعلا خطير رهيب وكان نحاول نشكر لكم فيه غيباش تشجعوا وما تقولوش انه كونفيتير عادي وانما كونفيتير خاطير في اللدة هذه هي المرة الثالثة بدلنا الماء بدلنا الماء غاية قليل على حساب ذاك الكيلو غادي نخليوه ستدقيق ونحيدوه فالهدف من هاد العملية هو انه المربى غادي نخدموه بالقشور وكذلك باللب انتاع الكليمونتين فباش ما يعطيناش المرورة في المربى غادي يجينا وعر ففي ذاك الاثناء قدرنا هاد العملية انتاع السلق مدة ستة دقائق ثلاث مرات هاد نحاولو اننا نقطعو داك الكليمونتين كنحيدوه غادي كالراس ونحاولو نقطعوها كمكعبات جادي كالكمية غادي نقطعوها وندوزو للمرحلة الاخرى ونشوفو شنو غادي نزيدو مع هاد الكمية هنايا كتشوفو هادو هما المكونات صافي ما غادي نزيدكم الا السكر هنايا هادا هو اللي سلقناه قطعناه مكعبات هادا اللي قبلتكم راه كيلو كليمونتين منقي يعني حتى نقيتو عاد عبرتو وإلا انتو ماخديتوه بيه بالقشور راه تقريبا كيلو وناس بالقشور من اللي تنقيوه غادي يعطيكم كيلو منتع الكليمونتين بدون قشر وكذلك كيلو وناس منتع الكليمونتين اللي غادي نحاولو نعصروه غادي يعطينا ديك الكيمية اللي قبلتكم هنايا بغيتغي نوريكم انه ممكن الاحتفاظ به في المجمد بهات الطريقة فأنا كنت خديته هادا فيديو على فكرة متعلعة السنة الماضية فأنا كنت خديت الكليمونتين بزوج درهم الكيلو فحاولت أنني نخدم به الكونفيتير كذلك نحضر شوية للعصير فحتفت به في المجمد من اللي نبغي غي نج بدو نطحن ونزيد معاه الفواكه وها هو العصير عندي واجد صافي مشيت مباشرة لطنجرة الضغط حطيت فيها كيلو انتع داك المسلوق وكيلو اللي كيكون هاكي كمنقي وكيلو ونص كنا عصرناه وعطانا ديك الكيمية زدنا عليها زوج كيلو منتع سكر ساندة زائد كأس واحد منتع العنبة تقدروا تقولوا لي بلي بزاف الكيميات السكر لكن صدقوني أنه يجي موعد تديل في الحلاوة أنا بنفسي ما كان بغيش ديك الحلاوة القاطعة المهم زد كذلك زوج الكؤوس منتع الماء ما يعادل 300 ميليليتر لدوك زوج كيسان كل كأس كيوزن معي 150 ميليليتر لدي نحاولوا أننا نحركوا داك المكونات كلها هنا ممكن تقدروا تزيدوا واحد الحامضة بها بالقشر ديالها حاولوا تحيدوا لها غيديك النواة كيف ما ممكن تزيدوا غي عصير حامضة ولكن صدقوني أنه غيي هكا راح كي يجي وعر وعر في الماللي كيبدي هاد الكونفيتور في درجة الغلايا نعرفوا أنه اي كونفيتور كي يطلق الكشكوشة فباش تفادوا ديك الكشكوشة مايفيدلكم شو ما تبقاش تغبنكم ديك الكشكوشة وتضطروا أنكم تبقوا كل مرة تحيدوها حاولوا إضافة واحد نصف ملعقة كبيرة نتع الزبدة سواء حيوانية ولا نباتية غادي تطفي لكم ديك الكشكوشة بصفة نهائية فهد الستيوسو لهد الحيلة كنت بارتاجتها معكم أكتر من تقريبا خمس سنين ولا المهم كل مرة أنا هدي هي الطريقة المعتمدة عندي في أي مربة حضرتو كندير ديك شوية هكا نتع الزبدة في المربة نتاعي باش ما يتلقليش الكشكوشة فهنا كنحاول بيليكم أنه بمجرد ما كان دوب ديك الزبدة صافي الكشكوشة غادي تختفي تماما وعلى فكرة هنا النار راح عندي مش جهدة كنتشوفوا أنه كيغلي ويعاود صافي البنات شوفوا الكشكوشة نهائيا ما كيناش هنتو ما خليت ديك المربة يطيب فوق نار متوسطة وخلي وهلا راحتو مرة من راح الركوه أنا تقريبا خدالي دي الوقت خمسة واربعين دقيقة ووصلت لهذه النتيجة كيف ما غادي تشوفوا معايا فقدرت أكيد ديك التاست أنه الطبصي اللي كيكون في المجمد جبته حطيت فيه شوية من ديك المربة كتشوفوا أنني من اللين دوز الصبعي كيبقى متراسيفة في هذك الأثناء تطفيو على الكوكوت واللي على الطنجرة ومشيت مباشرة وهو سخون حاولت أنني ناخد دوك العيون الوسطانيين يعني ما غلاط مرقاك فهذا المشي نازع ما الصراحة ولا هاد الآلة اليدوية كتسهل بزاف الأمور فأنا زعمة شخصيا كان نعشقها بكل أمانة كان نحضر بها بزاف الحويش المهمة لبنات خديد داك المربة راها عندي هنا يا سخون غادي نحاول نطحنه وهو ما زاله سخون باش هكا يعاوني لأنه راه به بالقشور دياله باش كل شي نطحن إلا كنتوا تبغيوا أنه تلقاوا دوك الطريفات هكا نتعلقون في تير يكونوا واضحين حاولوا أنكم تطحنوه في العيون القبار أنا درتوه في المتوسطة وإلا كنتوا بغيينه رطب بزاف وأملس دروه في العيون لي كيكونوا رقاق بزاف جيت مباشرة خويتو في ديك في داك البول وهو سخون من بعد ما برد كانت هذه هي النتيجة دياله وقوام رائع اللون دياله راهيب أمال بنا فوش نقول لكم نتمنى أنكم تتحداوني وتوجدوه من لي رخاص طبعا الكليمونتين فحاولوا أنكم هاد الوصفة تحضروها باش تعرفوني عليا ش كانت تكلم وديروها تحدي معايا باش تردو عليها في التعليق وتقولوا لي أنه حمقكم هنا بكل أمانة كان عاد مازالة سخون وكنت حططو يعني الإضاءة كانت ضربة فيه الشمس فذك شي كتشوفوه لش اللون دياله ما بانش واضح هنا دخلتو لداخل في الكوزينة وهذا المربى منتاع الرمان كنت حضرته معاكم في الفيديو السابق غدي نخليه لكم في أول تعليق بزوج حبات الرمان ونصف درنا هاد الكيمية لما لا حاولوا أنكم تجربوه وبعدها غيت تدوقو وتعرفوا البنانتاع مربى الرمان كيفاش كتكون المهم الرابط غدي نخليه لكم في أول تعليق حاولوا تضغطوا عليه وغادي تتفرجوا لديك الفيديو ساهل ماهل قوامه ولونه كي يجي كي يحمق المهم هذا مكان نتمنى أنا فيديو اليومين لإعجابكم نتمنى ما تبخلوش عليها بلايكاتكم والبارتاج وتعليقاتكم زوينة وكان حماق عليكم وهذا مكان يلا خليلكم الرحا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته